يعني ريدا سليم ريدا سليم النهاردة بصراحة الهدف الاسيست اللي عمله شفتوا التعديه جماعة انا بحب اللعيب اللي بيعدي كده وعنده الرؤية وعنده شايف الملعب وعايز يلعب كورة وبينزل عايز يزبت وجوده ما شاء الله الكروس بتاعه جون برضو التصرف وسام ابو علي هايل بصراحة جماعة بقى مهاجم انا بقانب تقريبا حوالي سبع سنين ما بنتشوفش مهاجم في النادي العلي اول مرة من سبع سنين نحس فعلا النادي الاهلي عنده مهاجم يعني ده الكلام ده جماعة انا بكلمكم مثلا اخر حاج اخر تقريبا حد وكان غير محظوظ هو وليد ازارو النهاردة وسام ابو علي بيقول له جمهور النادي الاهلي لا انتوا يعني ايه اتطمنوا انتوا عندكم مهاجم المهاجم ده جماعة هو اللي بيخلص المتشاط المهاجم ده في المبارات المصرية الملعبكة زي ما بيتقال كده بلغة الكورة لما تبقى الدنيا صعبة من نص فرصة انا بكسب فرقتي من نص فرصة بعرف اعمل هدف اولا طريقة الكروست ريدا سليم صعب جدا اخد بالك صعب جدا ان اي مهاجم يتعامل بالشكل ده لان اولا الجمبنج بتاعكم من السبات شوية وفي نفس الجمبنج جاية بسرعة بس شفتوا طريقة حتى التحويلة هي لمسة يعني بس الجمب بتاعها جماعة مش الجمب العالي يعني هو ما تلعش الجمب مثلا قدامه لعيب فتلع الجمب بتاعه زي مثلا كريستيان رونالدو مثلا ام حطيتها لا هو الجمب بتاعه من السبات لانها كورة كانت سريعة حول بس غير اتجاه جون خلاص ارماتش خلص خلت فرت المصري اما عاملين كده استحوزوا على بعد الهدف استحوزوا على بعد الهجمات على النادي الاهلي بس ده شي طبيعي لانهو خسرات طبيعي اللي هو خسرات فطبيعي انهو هيكتل الجزء الهجومي هيشتغل ناحية هجومية كابتن علي مال لانهو عايز يعود برضو الهدف اللي دخل فيه عشان برضو عايز يبقى ندل النادي الاهلي وعمله مباراة كبيرة بصراح يعني عمله مباراة كبيرة برضو حسين الشاحات حسين الشاحات طبعا يعني برضو مش هقدر اقايمه النار ده لانهو المستوى بتاعه في الفترات الاخيرة ومشاركته المستمرة برضو ممكن يكون مجهد من اللعبة المجهدين برضو من اللعبة اللي عايز اتكلم عليها برضو امام عشور امام عشور بقى مباراة ومباراة هل ممكن هل جماعة ممكن ممكن نقول اجهاد ممكن نقول دغط عصبي بس امام عشور من اللعبة التقيلة من اللعبة الكبيرة جدا بصراحة ومن اللعبة المميزة وعنده اكتر من كده بكتير امام عشور لما بيفوق وبيبقى فايق في الملعب بيفوق الفرق بيكسب الفرق زي يوسام أبو علي زي ريدا سليم لما يفوق حسين الشاحات ما فيه نوعية لعبة كده جماعة لازم لما ديجي نتكلم عليها الاسماء دي هي الفرق هي الفرق بصراحة زي عندك مثلا محمد عبد المنعم رمي ربيعة رمي ربيعة بصراحة برضو من اللعبة اللي عايزة ديها حقاها هايل سيبكوا بقى من حركة البوت وبعد الدفوهات اللي موجودة مثلا جوه الملعب بس بصراحة في الفترة الأخيرة هايل 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 من تركيزه حتى في الدربات الركنية واقف صح في العرضيات أنا باحترم دايما المدافع اللي واقف صح عامل بالنسبة له الرؤية بتاعت الكرة ازاي شايف الخصم بتاعه هيلعب ازاي فواقف صح رمي ربيعة في الفترة الأخيرة بقى تلاحظوا كده جماعة هو ومحمد عبد المنعم بطده ينزلوا خطوتين تحت يعني حتى لما بتيجي تكرة بتعمل عرضية او مثلا بيبقى فيه اختراج ونزلين هما الاتنين تحت كده خطوتين على فكرة الخطوتين دول بتفرق بتفرق في المساحة بتفرق في المسافة بتفرق حتى في الرؤية بتاعتي جوه الملعب فعشان كده بصراحة بحي رمي ربيعة على المستوى وعلى أداء وهو محمد عبد المنعم بصراحة بقى عاملين كده دويت وما بينه من بعض كده بقى فيه انسجام ودي حالة صحية جدا للعاب النادي الاهلي وحتى للجهاز الفن وحتى للجمهور لما يبقى عندك اتنين بيشاركوا مع بعض بصفة مستمرة وخلاص بقى فيه انسجام بقى فيه لغة حوار ما بينهم من بعض في الملعب بتفرق بالشكل كبير جدا وبتخلي وبتخلي كمان حتى دافع اللعابة أكتر أتمنى كمان حتى امام عشور يراجع نفسه اه انت نجمه لعيب كويس جدا وامكاناتك عالية بس عايزين نشوف امكانيات امام عشور في الملعب عايزين نشوف امكانيات امام عشور اللي فعلا على قد الموهبة ما انا ما باجي اتكلم يا جماعة有لعب مثلا مباكتكلم على أمام او بتكلم على زيزو او بتكلم على على حسين او على على اللعبة مثلا او على كهرباء او على افشة أجماعة عشان دول لعبت كورة لو مش لعبت كورة ما حدش ولا هيقيمهم ولا حد مثلا هيهجمهم ولا حد مثلا هيقول مستواهم فده شيء طبيعي دايما النجم واللعيب المختلف عن اللعيب التاني طبيعي بياخد الوضعية الاعلامية بتاعته حتى من ناحية نقض جماهيري فده شيء طبيعي ده فوق كرة مفيش لعيب فوق النقض ولما باجا تكلم مثلا على امام او بتكلم على زيزو لانهما لعيبة كرة كويسة لعيبة كرة كويسة مهمين اولا مهمين لناديهم مهمين لمنتخب مصر لان هما دلوقتي هما افضل امكانيات في مصر دلوقتي حالين هما اللعيبة اللي تتقال عليها لعيبة كبيرة لعيبة مميزة عشان كده بتمنى ان امام عشور يقعد مع نفسه حتى لو عنده بعض اللي جدع فكرة احنا برضو في الوقت اللي احنا كنا بنلعب فيه كان برضو عندنا وقت مضغوط مثلا كل اربعة يام ماتشاة وكل خمس ماتشاط بس طبعا كان الموضوع مختلف لان احنا كانت ماتشاطنا دايما بجماهير وبضغط اعلامي وما كانش بقى فيه السوشيال ميديا انا بالنسبالي تواجد الجمهور ده اصعب من السوشيال ميديا اصعب بكتير لان كنت كنت بتروح الماتشاط ما شاء الله اهل ماتش ماتشاط المصر دي لما كنا بنلعبها الاستاد متقافل سواء من جمهور المصري او من جمهور النادي الاهلي سواء حتى في الاستاد او حتى على استاد بورس عيد مثلا في المباراة او في الاسماعيلي او الاتحاد بتلاقي الاستاد متقافل النهاردة العدد الجمهور اه عدد كويس افضل من قبل كده بس انا بكلمكم الضغط اللي كان موجود كنت ساعة ما كان بيبقى عندي اجهاد مثلا من كتر ضغط المباراة كنت دايما ممكن اروح اقعد مع المدير الفني وده مش عيب ممكن اقوله ممكن اقوله عفاك ان انا حاسس مثلا ان انا الامامية تقيلة عندي شدة الجسمي تقيل المدير الفني طول ما اللعيب قريب منه بيبقى فيه لغة حوار كويسة وكنا بنقابلنا نتعامل مع المداربين بتوعنا كان مثلا الواحد بيبقى عنده اجهاد مثلا من نتيجة الضغط المباراة والضغط الاعلامي وضغطات المباراة والمباراة المصرية كان فيه مداربين تقولك ممكن خلاص تقلل الحمل شوي ممكن الحمل اللي انت عايز تتمرن ده بيخليك تقيل بيخلي البنيان الجسماني بتاعك تحس ان انت مجهد زي كلا ما بتيجي تشتغل في الشركة او بتشتغل في مكان بيجي لك وقت تحس ان انت جسمانيا مجهد فبتعمل ايه في الوقت ده محتاج فاصل شوي محتاج فاصل شوي يعني ممكن على فكرة تمرينة ممكن اطلع مثلا اخد الراحة بالنسبة لي اقعد مثلا في مقتص التلج اقعد في الساونة او الشاكوزي مثلا او مثلا اجري خفيف لان هالحاجات دي بتفرق عشان اعمل فاصل عشان اقدر ارجع الباور بتاعي تاني وارجع تاني يبقى ظاهر بشكل كويس فلو في بعض اللعيبة النجوم مثلا مجهدين ممكن على فكرة الكلامة مع ميستر كولر او الكلامة مع كابتن خالد بيبو الحمل التدريبي يهدى شواء اكيد ميستر كولر برضو بيبقى عامل حساباته في الجزئية دي بس على اللي احنا شايفون في بعض اللعيبة مجهدة فاتمنى ان هم حتى يظهروا في الفترة اللي جاية لان فعلا الفترة اللي جاية صعبة جدا للنادي الاهلي مبروك لجمهور النادي الاهلي مبروك للجهاز الفني مبروك لللعيبة طبعا مش هقدر اتكلم على افشا لان افشا نزل في وقت قليل وقت النادي الاهلي مضغوط الكهرباء برضو تحسوا برضو يا جماعة ان هو متأثر نفسي تكلمكم بصراحة يعني تحس ان هو عنده حالة كده مش هقول مش من الاحباط يعني حالة كده من عدم التركيز لان هو وارد انه ممكن هيمشي فيه كلام كتير جدا على رحيله وفيه كلام ان هو مش قاعد حاسس نفسه ان هو ما بيلعبش حاسس نفسه ان هو بعيد عن المشاركة طبيعي الحاجات دي كلها بتأثر نفسيا ومعنويا بس انا لاني باينع حتى على الرياكشن بتاع الكهرباء مع الحاكم اه مو هي الكرة ما فيهش حاجة ما تحسيفش فيه بس العصبية بتاعته والشدة بتاعته باين ان هو متعصب بين ان هو مشدود بين ان هو زي ما بتاعت كده في الكرة مخنوق بكلمكم بصراحة يعني فاتمنى ان الكهرباء حتى لو بينزل في وقته قليل مثلا او في خمس دقايق او سبع دقايق على فكرة مش بتقل من اللعيب خالص على فكرة اه انا عارف كون ان كل لعيب عنده اسمه وعنده نجوميته بيبقى عايز يظهر بشكل كويس وعايز يبقى اساسي بس في الاول اخر طول ما انت مشدود من ناحية اعلامية ومن ناحية حتى الجهاز الفني ومن ناحية ان ان انت عايز تشارك بتأثر على مستوكو دي بينا على كهرباء في الفترة الاخيرة ان هو بعيد عن التركيز شوية تحيس ان هو دماغه مجهولة تحيس ان هو مضغوط فكل ده بيأثر على كهرباء في مستوى جوال ملع مبروك للأهل تاني مبروك للجمهور كانت مباراة مميزة النادي الأهل كسب المباراة النهاردة بالخبرات بتاعته قدر يظهر بشكل كويس وخرج بالمطلوب ترجمة نانسي قنقر